بسم الله الرحمن الرحيم معنا يا أولاد استكمال السرعة ودرس جديد اسمه مبادئ السرعة السرعة يا أولاد كمية فيزيائية يعني إيه؟ يعني يمكن قياسها تشير إلى سرعة تحرق جسم ما إذا انزلكت مسافة خمسة متر إلى الخلف رجعت الورى خمسة متر أو إلى الأمام كل ثانية فإن سرعتك خمس أمطار فين في الثانية الجملة اللي باللغة العربية دي أنا ترجمتاه خمسة متر في الثانية أي أن اتجاه حركة الجسم لا يؤثر أمنا أنا تكلمت على مين؟ على حاجتين المسافة اللي قطعتها والوقت اللي خدته طلعت الأدام بقى رجعت الورى حوتي منح واتش مال مش مشكلتنا طب وحدة السرعة وحدتها بتقدر إزاي؟ قال لك نجيب وحدة المسافة ونجيب وحدة الزمن ونقسمهم على بعض الوحدات القياس الشائعة يعني المنتشرة إيه هي؟ قال لك وحدة مسافة بالمتر ووحدة زمن بالثانية يبقى متري لكل ثانية وبتكتب إزاي؟ ميم لكل ثانية طب في إيه كمان شائع؟ لو كانت بالكيلو والتانية بالساعة كيلو متري لكل ساعة طب اختصاراً كاف ميم لكل سين؟ هي هيها؟ دي مين اللي أنا بقولها دي؟ دي وحدات السرعة وحدات السرعة كوكتيل متري في الثانية؟ كيلو متري في الساعة؟ طب تعريف السرعة هي المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن ده تعريف إيه جماعة؟ مهم تعريف السرعة هي المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن تعال نعمل مقارنة بين سرعة جسم بسرعة جسم إيه؟ آخر بقولك لمقارنة سرعة جسم بجسم آخر يجب أن نحن نوصل لحاجتين السرعة علاقتها إيه بالمسافة؟ والسرعة علاقتها إيه بالزمن؟ لأن مستر حامد قالك من شوية حاجتين إيه العوامل التي يتوقف عليها؟ السرعة حاجتين عاملين اتنين محتاجين نعرف المسافة قد إيه؟ ومحتاجين نعرف الزمن قد إيه؟ تعال نشوف كده المسابقة الجميلة دي دي مسابقة جاري البنوتة دي كسبت لأنها وصلت للخط الأول قالك كسبت لا لأن هي أكتر واحدة مشت مسافة أكبر في نفس المدة الزمنية الحكمت دي لهم صفارة واحدة ولكن دي أطعت مسافة أبل دا وأبل دا وأبل دا يبقى المسافة فرقت ولا ما فرقت شيء؟ فرقت طب هنا دول بيجروا كلهم انطلاقة واحدة مع الصفارة من خط البداية الجسم اللي بيستغرق وقت أقل الولد اللي هياخد وقت أقل في نفس المسافة يبقى هو الأسرع يبقى احنا ربطنا السرعة بإيه ولاد بحاجتين؟ هو أنت مشيت مسافة أدي إيه؟ هو أنت خدت زمن ووقتي أدي إيه؟ تعالى لسؤال صح وغلط السرعة تقيس درجة حرار الجسم أثناء حرقة خلال وحدة الزمن اللي جاب السرعة بدرجة الحرارة الإجابة خطئة تصابق مصطفى وعمر إلى الوصول لنهاية الفناء فوصل عمر أخذ تلاتين ثانية وصل مصطفى في خمسة وعشرين ثانية هل نعتبر عمر هو الفائز؟ الله ده خد تلاتين ده خد خمسة وعشرين لا يا عم غلط مصطفى هو الفائز ليه؟ لأنه وقت أقل يبقى مصطفى أخذ وقت أقل يبقى هو الفائز الايه؟ الأول السؤال اللي بعده وصف الصرعة يا جماعة بقولك لو المسافة من القاهرة الإسكندرية أمتين وخمسين كيلو أوكي؟ أوكي والمسافة هي البعد بين مكانين طب لو ولد راح القاهرة من القاهرة الإسكندرية قال لك أنا أروح بعجلة نعمل مسابقة ولد تاني خد العربية واحد تاني ركب طيارة ده عايز يكسب وقت قال لك تخيل الدراجة قطعت قد إيه؟ أربعتشر ساعة من القاهرة الإسكندرية طب اللي ركب سيارة تلات ساعت بس طب اللي ركب طائرة تلات تربع ساعة خمسة واربعين دقيقة يبقى الزمن عامل مؤثر مهم جدا على السرعة وعلى المسافة قلنا السرعة مقدار فيزيائي يعني يمكن قياسه وتحديده ويشير إلى مقدار سرعة تحرك جسم ما شايفين الأرنب ده؟ آه الأجسام اللي بتتحرك بسرعة يبقى عنده سرعة كبيرة السلحفة بمضرب المثل في البطء ماما تقولك أنت سلحفة أنت بتذكر زي السلحفة فين إنجازك؟ أخذت وقت طويل أنت ماشي زي السلحفة يبقى الأجسام اللي بتتحرك ببطء عندها سرعات أقل تمام؟ تمام حساب سرعة الجسم لحساب سرعة الجسم يا أولاد لازم نعمل حكتين أول واحد نقيس المسافة كام؟ طب لما إيس المسافة إيس بقى زي ما تطلع؟ طلعت بالمتر ماشي طلعت بالكيلو ماشي وكمان لازم أعرف الزمن ومستر حمد قال المسافة على الزمن طب الزمن بالساعة أوكي الزمن بالثانية أوكي طب لو عايز قانون السرعة نجيبها إزاي؟ السرعة بتساوي المسافة على الزمن اقسم دع لتعرف سرعة جسمك عليها مسائل زي الحساب؟ آه والله عليها مسائل أول مسألة قطعت سيارة 300 كيلو يبقى دي مين؟ المسافة عرفت منين من الكيلو في ثلاث ساعات يبقى دا الزمن ثلاث ساعات يبقى عمه دلك معلومتين عمه دلك معلومتين وبيسأل على السرعة فريدة تعمل إيه؟ تكتب السرعة بتساوي المسافة على الزمن دا القانون شرط تكسر المسافة 300 والزمن 3 300 على الثلاثة تطلع 100 طب والتمييز غشه غشه ازاي؟ اسرق دي واسرق دي مسرقة حرام يعني سرقة حلال من المسألة دي كيلو دي ساعة كيلو متري لكل ساعة واحدة تانية زياد بياخد من منزله المنزل جده المسافة دي يبقى دي مسافة شكراً في خمسين ثانية يبقى دا الزمن شكراً وعمو عايز مين السرعة يبقى أنا عندك معلومتين هنا بيقول لك طلعي الإجابات يا ودي يا بركات المسافة 250 كيلو متر عمو ألا في المسألة طب والزمن 50 ثانية طب ازاي نجيب السرعة المسافة على الزمن شرط تكسر فوق 250 وتحت 50 نحزف صفر مع صفر 25 على الخمسة في هالخمسة طب والتمييز غشه من هنا وغشه من هنا دي متر ودي سانية يبقى متر لكل سانية دي كانت كيلو ساعة يبقى كيلو لكل ساعة يتحرك الفهد بسرعة 100 كيلو في الساعة وحيوان الكسلان 270 متر دا بالمتر إنما دا بالكيلو معنى كده إن حيوان الكسلان ماله أسرع ولا أبطأ طبعاً أبطأ لإنما سفته بالمتر ونختار أبطأ قطعت حافلة 600 كيلو في 6 ساعات وعمه عايز السرعة أقول له السرعة بتساوي المسافة على الزمن المسافة على إيه على الزمن المسافة فوق كام 600 وتحت 6 هتطلع الإجابة 100 طب التمييز كيلو متري لكل ساعة كاف ميم لكل ساعة ونكتب الإجابة هنا تفمي وبكده يا أولادي الحمد لله خلصت حلائتنا ودرسينا اليوم مع مستر حامد البيومي ودايما نقول لك لايك وشير وسبسكرايب لقناة روائع البيومي وتابعنا على صفحة مستر حامد البيومي يصلك كل جديد وشير في الخير خلي الكل يستفيد صالح دعواتكم مستر حامد البيومي اشتركوا في القناة